اشتركوا في القناة في الاول بقى هنقول ايه هو الريديو فارماسيوتيكال يعني ايه بيقولك انه دي بتبقى فارماسيوتيكال يعني حاجة دوا فيها وان اور مور ريديو نيكليطايل يعني ايه ريديو نيكليطايل يعني ريديو اكتيف ايزوتوب يعني ايه هقول عندنا مثلا كاربون سي مثلا مش هيب تبقى سي ستة وفوق اتنشر تمام ده الزرة المستقرة انما بقى فيه نظائر اللي هي الايزوتوب بتبقى سي ستة ايه سي فوق بقى 24 مسلا تمام بتبقى ايه 24 فدي بتبقى ايزوتوب وبي كمان بيبقى انستابل تمام دب الزرة بقى بيقولك ايه ان الزرة هنا ايه انستابل عشان ترجع للحالة للستابل تمام او عشان ترجع لها بتخرج حاجة اسمها رادياشن تمام رادياشن او انيرجي ايه سواء زم ما تقولها يعني ايش طا الانيرجي دي بقى او اليرادياشن دي بنستخدمه احنا بقى في الديانجيز وفي الساربيوتك تمام في العلاج والكشف كمان زم ما احنا نشوف دلوقتي تمام فهو الديفينيشا راديو فارماس رادياشن دي بيبقى فارماس رادياشن دي يعني حاجة برودكت طبعه الصيدلية بيبقى في ايه راديو نيكلوتيت وبنستخدمها في الدياجنوزيز وفي الساربيوتك تريد ميانت فبيقولك ان الراديونكليوطايد دي احنا قلنا ايه بتبقى انسابل تمام وبتتحول للسابل وبتطلع ايه بقى اللي هو ايونيزنج رادياشن زي ايه عندنا نوع اللي هو الفا وبيتا اللي هي بيتا سالب تمام نيجاتيب وعندنا بوزيترن تمام بوزيترن ده بيبقى بيتا موجب وعندنا الجامع اللي هي الشكل الجامع ما اعرف انها قالك ان احنا عندنا اول اثنين اللي هي الألفا والبيتا دول بنتستخدمه في السوريبيوتك في العلاج إنما البوزيترون اللي هي البيتا موجب خلي بالك بيتا موجب عكس الفوق بيتا سالب والجامع بنستخدمه في الدياغنوستيك تمام كده فبعدين بقى بيقولك هنا إن في حاجة اسمها ريديو تريسر تمام دي كده صورة بتقولك يعني احلى بنحقين ازايه كده ريديو تريسر ده اللي هو اللي بيحط في حقوقنا بنحقينه بقى بالفين تمام اللي هو الوريد ده بيبقى ايه في جامع يبقى احنا كده هنستغلمه ايه دياغنوستيك تمام وكمان فيه كاميرا بقى هنا بتبقى فيه هنا الكاميرا اسمها جامع بتصور الجامع راديشن تمام والاشعة دي بتبقى على هقيت ايه صورة تمام دي كده يعني ايه حاجة مش حفظة بس حاجة كده بديهية هنا بقى واحدة كراسة اشعائع اللي هي ريديو اكتيريتي بتتقاس بحاجة اسمها بيكورل اللي هو البيكيو بيقولك إن كل بيكورل تمام ايه هو تعريفه وده بيقولك إن كل وان ديس انتجريشن بير ساكن يعني ايه يعني كل طاقة او كل اشعاع بيتكسر في الثانية او بيطلع ده بيسميه البيكورل تمام يبقى ريديو اكتيريتي بنعمل لك سبريس بايه او ايه الواحدة بتاعتها اسمها بيكورل تمام والبيكورل وان ديس انتجريشن بير ساكن بيقولك بقى إن كل ريديو نيكلوتايد تمام بتبقى لها هاف لايف اي حاجة يعني عموما بتبقى لها فترة نصف العمر طب ايه هي الهاف لايف ولكن اليها فيه بتبقى ده الوقت الاكتيفتي فيه بتقلن النصف دي برضه حاجة يعني بديهية بعدين بقى هنا بقى هنتكلم عن البرينسبل اوف رادياشن بورتيكشن تمام؟ عندنا تلات حاجات اول حاجة الطايم والديستانس والشيلدنج الطايم كل بيقولك كل ما يقل للوقت التعرض للاشعاع ده كل ما ايه اما الواحد يعني ايه مش هتعرض لاشعاع كتير فبالتالي الحاجات دي بتبقى لها سايد افكت وحش فبتلا ايه بتقلل السايد افكت الديستانس الديستانس كل ما الاشعاع يكون بعيد عن الشخص كل ما ايه كل ما الرادياشن اللي بياخده وليل دي برض الحاجة بديهية زي هو هو بعيد عن الاشعاع تالت حاجة اللي هو الشيلدنج لما يكون مسلا فيه حاجز مسلا من رصاص من اي معدن مسلا تمام؟ اهو ده الاشعاع ومسلا واحد هنا والحاجة اللي بيحجز عنه اشع فبالتالي بيقلل السايد افكت ويقلل الرادياشن كلها حاجات ايه؟ يعني بقى دي هي بيقولك بقى ايه عشان هنا فورد برتكشه انجينيس جان مع رادياشن تمام؟ عشانية اختم كانت جان مع رضا تمام؟ بنصنع بنصنع طوب ايه جدارات من الطوب اللي هو الليد اسمو ايه هيفي كونكيرت اعو الöيد بريكس يعني من الطوب الخرصاني wy JK تاديو يعني طوب تاديو اعو طوب مصاع من الليد ايش طه يابقى فورد برتكشه انجينيس جان مع رضا different Lyricheiten بنعمل ايه؟ هيفي كونكيرت اعو الوzyd stakes هنا بقى نتكلم عن البربرينج والتسبينسينج فيديو فارماسويتكال تمام؟ يقول لك ان لازم العملية دي تمام؟ سواء بتحضر او بتصرف المواد اللي لها الاشعة دي المشعة دي لازم تكون في اندر اسيبتك تكنيك تمام؟ هو اي حاجة اسيبتك اشتا طب ازاي مثلا؟ قال لك ان احنا مثلا لياكم من حض الشيل تمام؟ اللي هو حاجز ليه؟ لان احنا قلنا بتتلقى اشعاع فبالتالي لازم يكون في حاجز ايه يقلل الاشعة دي عشان اشعاع دي عشان وبرضو لازم تكون مثلا بنحط Li-Flo كمنا تمام؟ ولازم اخد بالك هنا لازم تكون Verticle احنا كنا عندين اللي هو نوعين اللي هو Verticle وعندين وHorizontal الHorizontal الهي بيبقى من فوق لتحت الهو بيخد من فوق تمام؟ لتحت فإنما الHorizontal نكون من برا لجوة لجوه طبعا الجوه دي قصي من جوه البره فبالتالي ايه الهواء اللي هو اصلا في حاجات مشاعة هتخش في وش الواقف ده فده كده ايه غلط فحاشين كده احنا بنحتاج وطبعا زي اي حية بيقولك ما ينفعش نو فود نو درينج نو كوزموتك نو سموكينج كلها حاجات ايه بديهية يعني مش هنحط الكهن ده كله احنا بنعمل بنحضر الكهن ده كله حتى برضو شايف مسلا السرينجة اللي احنا بنسحب ميها فيها شلد ومن فوقها اوه مش عارف انت شايفها لا لا بس فيها برضو تمام وفيه شلد كمان هنا فاحنا نازم نحمل نفسها من الاشعاية على طريق الشلدنج والكهن ده كله بيقولك برضو ان هنا بنحتاج برضو حاجة اسمها بيرسونال مونيترينج يعني ايه واحد ده شخص بيبقى ايه بيبقى يعني ايه بيبقى معاه جهاز اسمه بيرسونال دوزيميتر يعني ايه ده بيبقى جهاز بيكشف جرعة الاشعاع يعني مسلا يكون في الاوضة تمام الاوضة اللي هيه وفيه واحد الاوضة دي مسلا بتطلع اشعاع وكده بيبقى فيها جهاز بنشوف مسلا هو مسلا وليكن وصل لمسلا ايه اا اقصى حاجة احنا ماينفعش ياخدها مسلا وليكن ايه خمسة مسلا خمسة اشعاع هو مسلا ايه دلوقتي تلاتة اشعاع اشتر يبقى هو يقعد في الكابينة تمام يقعد في المكان اللي بيحضر فيه انت بيفل بقى عدل خمسة خلاص لازم يخرج فورا لان احنا قلنا الاشعاع ده ايه فيها سايد افكت عالي يبقى احنا عندنا بيرسونال مونيترين تمام لازم كل الصف بترتدي ملابس فيها ايه اا بيرسونال دوزيميتر يبقى الجهاز كده بيكيس والشخص ده تلقى اشعاع الدقيق بحيس لو عدل ماكسيمم اا يخرج من بره الاوضا فورا تاني حاجة عندها لازم يكون للصف برضو اا اول حاجة يخسل ايده كويس عشان من الكونتامناشن او حصل والكلام ده كله ولو حصل قط او بريك في الاسكن حصل مسلا جرح والكلام ده كله لازم نغطيه تمام نغطيه وما يفعش يخش كده لان ممكن الجرح ده الاشعاع يخش على طول الاسكن ويخش البلد والكاملة كله ويعمل سايد افكت اا وبرده لازم هنا ان الشخص يرتدي بورتكتيف كود مع عاطف اللي هو يعني بلطه وجون اللي هو بيبقى اللي هو اللي بيلبسه قط العمليات ده اللي هو اللي زرق ده هتشوفوا صورته كمان شوية تمام الحاجات دي كلها ايه لتحمي من الاشعاعات وبرده بيلبس كلافز في في ايده كلها ايه حاجات يعني ايه بديهية وبرده بيقولك ان الهند لازم تتغسل بعد ما تقلع كمان الجلافز تمام اولا ما تقلع الجلافز يعني انت بتقسل ايدك قبل ما تلبس الجلافز وبتقسل ايدك بعد ما تقلع الجلافز وبعدين لما تخلص العملية القهرة اللي هيفها ريديو فارماسي تمام اللي هيفها الحاجات المشاعة دي الجاونز اللي هو زيه اللي انت بتلبسه لازم كمان ايه ترميج يبقى احنا بنرمي الجلافز والجاونز اه بالعدل ما نخلص ايه العملية الديسبنسينج او البربيريشن يبقى كل الفات دك عن البروتكتيف كلوزنج هنتكلم بقى عن البروتكتيف ايكمان تمام زي مثلا بيبقى في ادوات تمام بنشتغل بها زي الملقاط مثلا هنلقاط هنستخدم مثلا هنشيل حاجة هنشيلها بملقاط وبرضو تنج ده يعني نفس الملقاط برضو حاجة زي كده تمام وبرضو بنتستخدم مثلا Synergy Shield اهو زي مثلا شايف اللي هو دي السيرنجة دي تبقى فاقش بشاف الشيلد اهو اللي هو اللازر المتحوط على دي وبرضو الVial Shield برضو اهو شاي زي هنا الVial شايف برضو عليها Shield برضو عشان تتقلل الراديش هنطلع منها وكذا وفيه برضو حاجة اسمات ريب تري ده بيبقى ايه ده بيبقى منطقة يدبقى المنطقة بنحضر فيها بتبقى صغيرة بحيث ايه بتبقى على شكل صنعه كده من تحت زي مثلا ثانية يا فين وليكن اهي كده تمام بيتبقى يدبقى المنطقة دي وبتبقى فيه تحت صنعه بحيث لو حاجة مثلا اتقصرت او حصل لها تمام اهي حصل لها سبيلتج تمام اهي حصل لها سبيلتج يعني انفجرت او كده تقع عليها وما يحصلش كونتا منيشن بقى حاجات كتير يدبقى بس هي على قد المساحة وبرده شيلد سينيرجي ده اللي احنا كارير تمام اللي احنا قلناها وبرده بتبقى منطقة اسمها دي كونتا منيشن كت اللي هي ايه بقى يعني مكان كده اللي هو ايه اي حاجة حصل لها كونتا منيشن بنرميها بقى فيه تمام؟ بيقولك هنا بقى عن الوست management تمام؟ بيقولك ان الحاجات النون ريديو اكتف وست تمام؟ بتتحط في مكان او بنخزنها او بنعانها في مكان رير بنفصلها يعني عن الريديو اكتف وست يبقى المخلفات النون ريديو اكتف ونفصلها ايه عن ريديو اكتف لان الريديو اكتف دي بتبقى لها حاجات specific وكده ما يفعش يتحط مع اي حاجة عادية تمام؟ اه فبيقولك ايه ان الريديو اكتف وست زي مثلا اللي هو السينيرجي اللي استخدمناها او الفايل او الكلام ده كله والنيلل والسواب والكلام ده كله يعني اللي احنا الحاجات اللي احنا كنا بنستخدمها والقطو والكلام ده كله تمام؟ لازم نخزنها في حاجة اسمها وست بين يعني ايه بتبقى سلة كده بتبقى التبع القصة يعني مثلا بتبقى سلة اهو بتبقى مكتوب عليها ان دي لحاجات الفارماثورياتي كالويست مكتوب عليها ومكتوب عليها علامة كده لونها صفر او مش عارف ايه عشان نعين الحاجات التبع لفارماثورياتي كالويست بس تمام؟ عشان احنا قلنا ايه نانو ريديو اكتف ونفصلها سبريتد عن الريديو اكتف تمام؟ اه فبيقولك ان يبقى احنا هنا ايه بنعينها في ايه وست من مخصصة لها وحدها وهنا بقى بيقولك ايه ان الحابة اللي هو ايه السلة وكده بنعينها فين بقى بقى بقولك ان احنا بنعينها بامان تمام؟ ونخزنها كويس اه في مكان زي ايه اللو بجراوند انفيرونمت يعني ايه زي اهو زي ما انت مثلا شايف اهو اه ده مثلا اللي هو بارمين مثلا اللي هو الوست الكبير الوست من نعينها في نفق بقى لوجر بجراوند تمام؟ او مثلا بيقولك الدكتراكة بتقول او قد بيفصلوه الحاجات دي للفضاء بس هما غالبا ايه بيحطها ايه تبع انفاق تحت الارض وكده يعني ويقولك انها بتتخزن على حسب برضه ايه الهوف لايف تمام؟ اه يعني وهكذا يعني والوست دي بقى بعدين بيحرقوها بقى والكلام له كله فانت كده عايزة بتعرف ايه؟ ان هنا الوست منيج مت ان احنا بنفصل بنفصل ما بين الراديو اكتف وانها الراديو اكتف وكمان الراديو اكتف دي بنعينها في وست بين مخصصة الوحدة وبنعينها مثلا وبنعينها مثلا في الراديو بلاستيك اللي هو ايه حاجات بتعالج سرطانات بتريد القنصر قالك برضو ان السيطوكسك دراج دي بتعالج برضو الراديو ايه اللي هو اسمه ايه خلا زم ده هنتعلم المفاصل ده مش فكر اسمها دلوقتي مهمها الراديو ايه او و الملطيبل سكولوريز اللي هو مرض حاجات في الشرايين تصلب والكلام له كله يبقى احنا عنديها السيطوكسك دراج هل بتعالج القنصر بس؟ لا بتعالج الراديو ايه والمالطيبل سكولوريز برضو هنا بقى بنقول مين اللي بيتعرضوا بيحصلهم اكسو بوجر للكيمو سيرابي او الحاجات اللي هي السيطوكسك دراج قالك مثلا ممكن يحصل للنيرس تتعرض للكلام ده كله او الطاقم بتاع المستشفى او الفيستيشن الدكتور او البرسونال نفسه اكيد اكيد يعني هيتعرض له او الهوزبتال الصف او برضو ايه مثلا الناس تبع المريض عيلته وكده يبقوا معايا فممكن يتعرضوا للسيرابي ده الكموسيرابي طب ايه ايه اصلا ممكن مشكلة ان هو الشخص يتعرض للكلام ده كله وقالك ان هو ممكن مثلا يتعرض عليه عن طريق الاورا ممكن مثلا يشعبه من غير قصده او يحصل له انهاليشن يستنشك الكلام ده كله او الاشعارات والكلام ده يستنشكها او مثلا تيجى على حاجة مثلا تتكسر مثلا انبوبة مثلا او كده تتكسر فيحصل له ديرمال تمام فهو معرض ان هو يحصل له ايه اكسبوجر طب ايه المشكلة مثلا قالك مثلا ممكن يحصل ابضوم النلبين وهيرلوس شعر ويقع ممكن يحصل ويحصل ليفر دامج تمام الكلام ده كله ايه ممكن يحصل له لو حصل مثلا ايه اورال ولو حصل مثلا جاعة الجلد ممكن يحصل كونتاك ديرماتايتس التابات في الجلد او ممكن يحصل حساسية او ممكن يحصل او ممكن يحصل يحصل تشوهات او يحصل ميتشن تمام مال فورميشن ده اللي هو طريبا اجهاض للجنين تمام فعشين كده الموضوع ده لازم خطير ولازم يبقى فيه حرس وكده او ممكن يغير في النورمال بلاتس الكون عدد الخلايا الدم تمام وممكن زيما احنا ايه يحصل ايه للخلايا الميتشن يعني ايه يعني اللي هو ايه تتغير ويحصلها ميتشن فتكون او احنا اصلا بتاع ده بتعانيج القانصر لا او ممكن يعمل القانصر او برده لو زاد وكده تمام فالحاجات ده ايه بنعمل حذر باهم عشان لتبايع كده احنا قلنا ايه الجلافز بيقولك انها بتتصنع من مادة اسمها الناتريل والبوليوريسان والنيوبرين واللاتيك تمام دي بتبع حاجات ايه ضد اللي هو الكلام ده كله بتحول تحمي يعني تمام بيقولك ايه 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 تعريف الجملة دي يعني بيقولك لو حصل مثلا تورن تمام او حصل فيزابول كنتامينيشن للسيتوتوكسيك دراجي يعني حصل قطع مسلا في الجلافز دي مسلا او حصل المادة اللي هي كمثرب دي جات عالجاونتي تمام عالجلافز فلازم على طول نعمل الشوت change glove على طول فوق اميدياتلي لازم ايه نغير الجلافزة لو حصل اي قطع او اي حاجة وبنصنع من مادة اسمها الناتريل او بوليوريسان او نيوبرين واللاتيكس وبعدين بقى هنا عن الجون اللي هو ايه اللي بيلبسودها تمام بيقولك انه هو لازم يكون ايه بيستخدم استخدام واحد بس بحيث او لما تخلصو ترميه على طول تمام بيقولك انه هو بيتصنع من من لينت فيه low permeability fabric يعني الفايبر بتاعه يعني لازم يكون ما بيعديش الأدوية مثلا وحاجات عليه يكون ايه يعني مثلا ما يمتصهاش بقى وكده لا فاهمين قصدي يبقى low permeability تمام ويكون كمان long sleeve ده يعني اللي هو اللي هو ايه يعني يغطي الكاف تمام يعني القم بتاعه طويل يعني تمام بحيس يغطي الكاف ولكن كمان تيجي تلبس كمان الجلافز بحيس ان ما فيش حاجة تبقى باينة او تخش مثلا وكده للجسم يعم وبرده لازم يكون تايت فيتن كاف يعني ايه يكون بيتربط كويس زي ما احنا مثلا زي واجيكم عندي الكاف من ورا مثلا تمام وكمان لما يجي نربطه يكون من ايه الباك اللي هو في الضهر تمام يبقى هو كده ايه يبقى هو بيكون low permeability وكمان long sleeve ده وكمان يكون تايت فيتن كاف يعني بيرتبط كويس وكمان بنربطه من الباك من ورا ويقولك ان الجاون ده لو حصل له مثلا contamination او spillage يعني حصل انتجار مثلا او قطع له تمام اي حاجة حصلت تمام لازم نغيره على طول زي الجلافزة او اي حاجة عموما يعني بعدين هنا بقى الفيشيال بورتيكشن الفيشيال بورتيكشن ده اللي هو الحاجات اللي بتتلبس ايه زي على الوش زي الفيس يعني اللي هو المسكو بالتعام ده كله تمام لازم نلبسهم ولو حصل برضو اي كنتامنشن وكده بنغيرهم برضو على طول وبرضو الريزبياتري بورتيكشن زي مثلا يمكن يلبس تقيمة كماما اني خاسة وتسعين واني مية فالحاجة بتحمل ريزبياتري كويس وبرضو الشو كفر اللي هو الحزاء اللي بيتبسك تمام لازم برضو يكون ايه كويس ويكون لو حصل اي كنتامنشن او لو خلصت العامات الديزبنسنج او البرابيريشن لازم ايه تغيره على طول الميدياتلي زي برضو الجلافزة برضو بتتغير كل فترة تمام يبقى هنا ملخص الكلام ده كله اي جلافزة اي جاون اي ماسك اي الكلام ده كله لو حصله كنتامنشن حصله اتقطع اي حاجة نغيره على طول ده بس ايه الملخص الدكتر اصلا ما عارتهمش اصلا بس ايه الكلام يعني ده ملخصه ايه نتكلم بقى هنا بقى عن ريسيفنج وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لازم نشوف مثلا وليكن احنا مثلا عندنا فايل مثلا لازم نشوفها المقصورة هل صلابتها الكلام ده كله تمام طب افر مثلا في حالة ايه البريكيج حصل كسر في الكلام ده وحصل دامج تمام هل بقى هنرمعها كده بقى او نعجحها تاني للشخص اللي هو صنحها او كده لا لكن احنا بنتبع بارتوكول اسمه بل بارتوكول ده بيبقى مكتوب مثلا في اللواء ايه ريديو فارمسي او المكان اللي انت بتبقى فيه يقول لك لو حصل كسر مثلا لفايل تحطه في بارتوكول تعمله ببرتوكول معاين دكتور اردت مش ملناش دعو احنا ببرتوكولات بس سامح عشان ترى في النواء ايه بنبشي على حسب بارتوكول كل مستشفى وكده يبقى احنا كده لما نستلم اللواء الدواء مثلا تمام اه بنكشف ايه عن الانتجريتي وبرده لو حصل بريكيجي وكده نتبع البرتوكول طب احنا اولا ما نستلم ديليفر كونتينا اللي يحصل لازم نوداها اميدياتها على طول للفارمسي دي بارتوكول نوداها للمستشفى عطولي فاحنا اولا ما نستلمها تمام نوداها ايه عن فارمسي ومن الفارمسي بقى لازم نتعامل معاها بكير تمام ليه عشان نعمل الافويت للبريكيج عشان ما حصلهاش كسر والكلام ده كله وكمان بنعانها في اه نوت بي ليفت اه انتيندد ان كوريدور يعني ايه يعني ما نعنهاش ايه في اه من بره كده يعني مسلا فارمسي نحطها في اي مكان لا احنا قلنا بنعانها في اماكن ايه وخصصة طب بقى ايه في حصل دامج للكنتينر تمام او اللي سبيل هنعمل ايه اول حاجة نعرف اللي هو المنفاكشر المصنع او اللي بي وزع لنا الدواء تمام لازم نتفايد ان في حصل دامج بحيث مثلا لو هو عنده يشوف ايه المشكلة تمام ويعالج المشكلة دي بقى مش يصنع تاني ويحصل لنفس المشكلة وكده تمام او مثلا اللي بيوزع ما يوزع بقى شبال باقي السرداليات مثلا وكده بحيث برضو ايه الاشعاع ما يوصل لهمش تعمم وبيقول لك توليمت اكسبوجر عشان انا قللي الاكسبوجر دامج الكنتينر ما ينفعش نرجعه شود اه ما ينفعش نرجعه ايه ايه يعني ايه يعني مثلا احنا الوعق مثلا اتكسر الحقن مثلا اتكسر هل بقى نرجحه تاني للمصنع او الموزع واحنا اكتشفنا الكلام ده في السرداليات لا بالتالي ايه لان هي هيوصل لهم الاشعاع تمام وهيوصل للي بين الاشعاع فاحنا عنعمل ايه احنا قلنا عنستخدم اللي هو البرتوكول اللي هو بنتخلص ازاي من الحاجات الدامجي تمام اه بيبقى بقى فيه حاجة باهيه اسمها ايه انباكنج اندستوريتي يعني ايه بيبقى مكان بقى اه بنخزن فيه بقى هاله الحاجات اللي هو البرتوكسيك تمام ومنشيل التغليف بتاعه ازاي قالك ان الانباكنج اريا تمام المنطقة الي هبقى بقى بنشيل اللي هو الحاجات بقى عشان نرصها وكده بنحطها في سيبرت سبيس تبقى منطقة مخصصة لوحدها لا يوجد أي طعام أو أي شيء و هذه المنطقة اسمها Anti-Room يبقى Anti-Room تبقى Cyberity Space يبقى منطقة منفصلة يبقى هذه المنطقة يبقى Unpacking Area تبقى Cyberity Space تبقى اسمها Anti-Room ذو اللي انت تعرفوا وفيه يبقى Receptical for Sytotoxic West Should be available in the Unpacking Area for the Disposal of Secondary Backing يعني ايه بيقولك انه لازم يكون فيه Cytotoxic West اللي هو سلط يعني حاجة تابعة المعملات كده تمام؟ للمخلفات اللي تحصل تمام؟ بحيث انه ايه يمنع Contamination وكلامنا كله يبقى احنا كده ايه نعرف ان Receptical for Sytotoxic West لازم تكون موجودة في ال Unpacking Area يبقى Anti-Room اللي هي Unpacking Area تبقى Separate Space واسمها Anti-Room ولازم فيها Receptical for Sytotoxic West بعدين بقى نتكلم عن Sytotoxic Red Perperation بيقولك وإحنا بقى بنعمل العملات دي بقى لازم يكون للميناء Airflow تمام؟ اللي هو اهو اشته ولازم يكون من النوع اللي هو Class 2 Type B تمام؟ يبقى النوع التاني Class 2 Type B Biological Safety Cabinet تمام؟ طب ليه بيقولك من يستخدم Type 2 قالك ان هي بتبقى احنا قلنا ايه؟ بتبقى Vertical هو من فوق لتحت الهواء من فوق لتحت ده بيقولك ان هو ده بيعمل No Recirculation No Recirculation of Air With the Cabinet يعني ايه؟ يعني 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 اقولك حاجة يعني احنا كنا قلنا ان الهوريزونتل طعام بيخرج من من بره الجوه اه لا من جوه البره فبالتالي الهواء ده هيخش لللواء الايه؟ للشخص اللي بيصلنا فبالتالي ايه؟ هي ممكن يحصل له راديشن والكلام ده كله يعني احنا هنا بنستخدم بطيب خلاص طوب بطيب بي ده بيخرج من زي ايه؟ Vertical من فوق لتحت فبالتالي ما بيعملش Circulation للاير تاني تمام؟ فبيخرج ويخرج بقى تاني وبعدين هوا يجي من فوق جديد وده يخرج وهكذا يبقى ده بيعمل No Recirculation of Air وبيقولك برضو ايه؟ ان لو حصل مسلا في اساس فرنتشر او اي ادوات تمام؟ لازم تكون استغيل ولازم تكون نحاول نقللها على قد ما نقدر Keep the minimum تمام؟ وبردو بيقولك ساسترائيل Perperation room and the pharmacy يبقى 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 قريبين من بعد يعني مش بعاد بقى كده وبردو ان العمال الوركر لازم يكونوا ترين تمام؟ ترين ده بقى ان هما ازاي يعرفوا يتعاملوا مع الاوضة وازاي خلاص ترايل والكلام ده كله وبيقولك مثلا ايه في المسلا السيطاتوكسيك ده وبيحضر جيف عينه تمام؟ حصل قوي لازم يكون فيه جهاز كده بيخسر العين زي ده مسلا بيخسرها المدل 15 دقيقة بيعمل بيعمل مدل 15 دقيقة وبردو بيبقى فيه شوار اهو بحيس لو جاء على جسمه كده فهيخسر جسمه كامل فل شوار بعدين بقى هنا بيتكلم عن organization of the work تمام؟ بيقولك ان اهو زي ما انت شايف اهو بيشتغل اهو بيبقى اهو زي ما بره وبيتدخل اليدهاء والكامده كله بيقولك ان ان الحاجات اللي احنا عنا نشغل عليها لازم تكون فيها disposal absorbent plastic bagged trial bad ده يعني ايه يعني اهو زي ما انت شغلت مثلا حاجة زي الزرقه والحاجات اللي احنا بنستعملها بنغطيها باللي هو absorbent plastic اشتا؟ بحيس انها مسلا تبنع والكامده كله وبحيس برضو اه bagged trial bad ده الدكتورة قالت يعني ايه دي بتبقى حاجة كده من تحت بحيس لو هي وققت الحاجة اللي احنا بنستعملها وققت عليها ما تتكسرش او وكده يعني ويحصل لها contamination وبردو بيقولك ان ان احنا هنا بيقولك ايه ان احنا protege the trial product in the center and the non- trial product side of the camieron يعني ايه يعني الحاجة اللي their JUSTRIEL لو الحاجات اللي احنا بنستخدمها اضررase بحطيها في النص تمام في النص Becky عام ؛ commerIA النام النام تمام Volt har ина هنا بقى نتكلم عن البربرation and removing air from the human يعني ايه عارفين كده مثلا المحليل او كده بيبقى فيها شوية مثلا مية مثلا نص 3 رباحة مية واخر شوية فيها هوى لا هنا بقى احنا لازم نفضي الهوى تمام منها تمام يبقى air removed ونفضيها كمان في الفارماسي قبل ما نحط cytotoxic drug تمام يبقى احنا المحليل اللي بنعلقها ونحط cytotoxic لازم نفرغ الهوى وبعدين نحط cytotoxic وكمان ما ينفعش نصنع الحاجات دي تمام اللي هو IV والانترافينس والحاجات دي ما ينفعش نصنعها من زجاج الجلوس ليه قالك ان هو ممكن يتكسر لما يقع وكده هو بتاع خطر تمام بعدين بقى نتكلم عن leveling او final packaging يعني ايه بيقولك ان cytotoxic drug لازم بنعينها في حاجة اسمه cytotoxic hazard symbol زي اهو تبقى لازم مكتوب عليها ان دي cytotoxic او كيمو صارب ايه تمام كيمو صارب درج واللاصفر وتحس كده ان هو ايه شكله كده جريب بحس انها يحذرك ان دي حاجات تبعه cytotoxic بس فلازم نتعامل معها بحذر وكده زي ايه مسلا زي هو السيرنج دي السيرنجة يعني والباك والكلام ده كله بنعينها في حاجة اسمه في clear تمام اهو كيس بلاستيك يكون كيلير زي ما انت شاف شفافة اهو ويكون لك بالروف يعني ما يصربش اي حاجة وكمان يكون بلاستيك ما يكونش مسلا زجاج بحس لويقه يكسر وكده طب اللي احنا بتخليه clear وواضح والكلام ده كله بحس ايه ان هو بيسهل facilitate identification by the nurse وزود having to remove the container from the bag يعني ايه لو اول بس اما تشوفوا كده اهو تبقى عارفة ان ان دي مسلا سيرنجة دي مسلا مش عارف فايل تفهمين قصدي مش بقى لسه هتفتح وتشوف والكلام ده كله تمام بعدين بقى نتكلم بيايه عن management of the waste ازاي بقى نتخلص من كلام ده كله بيقولك ان المقافة والمتداع والقمالة والاقرباء والتدة كلام الى احنا قلناه كله والبربارعي والسيينيرجي والتيوبين لا السيرينجي المهم وتيوبين وكل الحيات اللى احنا استجد Rising لازم تتحط في السيينيرجية تمام، ويكون مكتوب عليها يعني ايه او الحاجات دي اللى هي صلت دي الزبالة دي مكتوب عليها شايفين انه مكتوب عليها انها ايه هزر في سيمبول سيتوتوكسيك دي لحاجاتك كي مصربي بس وحتى شايكين اصلا ملونة والكلام لكله وبعدين بيقولك بقى اخر حاجة اللي هو بس طائبا الكلام شايبان ثانية واحدة اهو مشايبان هي بيقولك السيتوتوكسيك ويست شوب بي ان تين ريتد ادقى هاي تنبيرتشار من 800 الالف و800 درجة يعني ايه بيقولك ان المخلفات دي بقى بعدين ايه هنحرقها بقى في درجة حوالي عالية من 800 الالف ومتين يبقى كده الليبل والويست تمام بيبقى لازم مكتوب عليهم ايه ان هما دول حاجات سيتوتوكسيك هزر تسيمبول وبكده الحمدلله فضل الله خلصنا شرفها لمحاضرة لو استفدي من الفيديو ما تنساش نعمل بلايك ولو شرف اي مشكلة او نصحة في اصطب الشر او الجزئية حبيبة اشرحها تمام اصيب اللينك في اول كومينت وربنا يوفقنا جميعا معلش كان الفيديو اللي فات كان فيه بس كم حاجة كده لحد عايزهم تمام كوروس ماتش يعني ايه لما احنا كنا بنعمل لعامات كوروس ماتش اللي هي فيه الكلمة اللي هي فيه ان ثانية او كنت عملية الكوروس ماتش دي تمام اللي هو ايه بيمسك الازازة اللي هو كتب عليها لابل ورشيتة تمام ويبص هنا هل هنا زي هنا اللي كتب ولا لا تمام عشان بس الحيطة دي كان في السهم تغير فكانش حد فاهم اقوي وهم يعني كده خلصنا وربنا يوفقنا جميعا والسلام عليكم اشتركوا في القناة